بل فازلين اختيو الزيت الزيتون ولا بزيت البلدية والفازلين غت خلص الي اختي من شي حاجة اسمي التسبوغات الحبوب ليطاش تجاعي ترهولات الكوماش تسبوغات البنات توحيد لو البشرة هاد الماسك هذا ما شاء الله عليها البنات سرى وخضوري العالم كله ما تلقيش بحال هاد الماسك هذا البنات فيه ترطيب عامي لعنو زيت الزيتون كما كان عرفو عليها البنات كترطب بعمقه من الاعماق الفازلينتا هي البنات كترطب كتبيد كتوحد فماشاء الله علي وحد له ماسك زوين ماشي وصفة وانما ماسكها البنات للوجاه الاي باقتي ممكن تخدميها فيه يعني ماشي غي الوجاه فبشرة لكم البنات وبصحور رحموا سبقا وعافك اختي الحاضرة تعلم الغيبة وما تنسوناش دائما من اللي لايك ديالكم باش كتديدوا تشجعونا وديدوز افونسوا بينا القدم للايخ ديكم الياغزالاتي والاشتراك ديالكم مع تفعلكم نزل جرس بشكل يبقى يوصلكم الجديد يعني اي فيديو نزلتو في القناة يبقى يوصلك الجديد باناني نزلت فيديو ويالله معانا على بركة الله باش نتعرفوا على مقادر الوصفة طريقة ديال التحديل الاستخدام ونستعمال ان شاء الله لدي التفاصيل كاملة سوف اختجيها معكم كيف العادة وكيف المعتاد غي هو دائما ما تنسوناش ماللي لايك والاشتراك ديالكم في القناة المهم كما قلنا هنيا غنحتاجوا الفازلين دو وبعدها الفازلين عاد من بعد مشوا الزيت الزيتون فالفازلين البنات انا كان اخدم بهدي ديال السعودية زوينة هذه البنات كدير 15 درهم صغيرة والكبيرة كدير 30 درهم بالنسبة للبنات اللي كي يعرفو اكيبو يعرفو الاتمينة هادي هادي يلا اتقادت لي هانتومه هادي البنات 30 درهم وهادي صغيرة 15 هادي البنات سرام عروفة فيها جميع انكات قريبان فيها فيها انكات المسك فيها فيها صراحة بزف ديالنكات فكيبقى عندكم الاختيار بغيتوها غتاخدوها ما بغيتوش ما غديش تاخدوها شوفو انتومه وغنعطيكم بعض الانواع الخليل يزوينين وثمنهم قل للبنات من هادي التمن ديال فازلين السعودية قبلات يا البنات مريهم اليكم لانه بزف اللبنات كيقول لي يا رعدنا البيوت جي قليل ما قد اجي معناش حاجة على قدناختي ما فينا اللي يخسر فلوس فاقتي هادي الفازلين هادي 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 نحمي هادي كيبقى هادي غاب إيش معشالي المال لم تصبروش من خلال هذه القهنة أنت على تعالي كانiem إنه كان أريد وقتا ل pau مالسومة لمستهي لتف Terminal umes أختي العلبة الأولى والعلبة الثانية والعلبة الثالثة والرابا لا تدريلية القسم يجب أن يكون هناك شيئا ترتكرتهم لماذا؟ نديرهم رجلتي في الليل قبل أن الناس يجب أن يكون هناك شخصة ما شاء الله لن يجب أن نخرج من المرال لا يجب أن ندرهم معاني لديهم كثيرا لا يجب أن نقوم بإمكانكم 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 فكما قلنا كان هذا المارك بالحماد كان بالتفاح كان بالتفاح كان بالتفاح كان بالتفاح عندي الفانيلا عندي الخزامة عندي هاي البنات الفاني كل أرغان كل كاكة و كل بانل أعطي شين كذلك حتى استخدمت هاد الماركة وفعلا نزوينا كما نقول قسما بالله إلى زوينة وبالصح إلا أنه لديهم غمضين وكما أنت هادو البنات هم السدرهم هاد الماركة هاد الماركة هاي زوينة هاد القاوم ديالك يجي خفيف هيا وهدي السعودية هادو كيجي القاوم ديالهم شوية تقيل هادو صراحة ولكن ها الابنينة اللي غادي يجربوها ولا لي غادي جربين اعافكم لعطيكم استرما كتبوا اكل مونطق الفرق مبينتهم لأنه محتاجين لا كده ويستفضون بعدياتنا انا كنت اعطي الرأي ديالي ووحدة أخرى ممكن تعطيها وحدة أخرى مهمة باش انستفضون بعدياتنا وانا كنت تبقى متبتف الجميع زيت الزيتون ورق الحمام نوعية لها متوسطة نوعية لها مرق المطبخ وزيت البلدية نحتاج الحليب باودر سميت الحليب باودر نحتاج قراءة الماء ورد أو معديني نستخدم هذه صالحة التجميل وحمير العين والحمود ورق الحمام ومشاكل كامل لديكم الماء الماء نحتاج الحمص نوعية الحمص نستخدم كيف يتم الهونة؟ كيف يتم تحويل البلدية؟ حول البلدية مصنع وزيت الكبيرة نستخدمها كثيرا نحتاج الشراز نمتلك البيضة هذا هو البيض هذا هو الروز البيض أرخص روز وفي نفس الوقت أحسن روز سوف نعود المقادر روز الحمص الحليب غبرة الماء ورد البازلين وزيت البلدية على بركة الله نسيت بشكل مهم المهمة هي البيض لأنه يسهل لنا في الخدمة هي بياض البيض نسيت هذه النقطة والناس التي تقول لها ما رحلة البيض سوف تكون نهائيا سوف نجاب جميع الأسئلة التي تقدرونها في التقليل على بركة الله نسيت تقول لي ما ضروري من البيض يمكن أن نستغني عنه فأنا اللي سوف نقول لكم هو لا لا يمكن أن نستغني عنه لا يمكن أن نستغني عنه لأنه مهم مهم في الوصفة كي يسهل عليك الماسك تحييدي لا يتبت لك مزيان المهم هنا اخذت معلقة الروز الحمص الحليب غبرة وضع المورد ومن بعد الفازلين والزيت البلدية نجعلهم كآخر خطوة سهل لا يمكن أن نستغني سهل واخص يكون على طريقه ومن بعد سوف نأخذ الحمص الحليب سهل الحمص الحليب كمية اللي تناسبك هي اللي غتخدمي بها الوسرى ديهاك شو فمن بعد ما اضفنا البيض ديها البيض و اضفنا كمية ديها الحماس والروز بقى اللي تناسبك بغبرة من بعد غنضفوا شو ديها الماورد بش يزور رائحة ديها البيض بش يزور رائحة ديها البيض بش يزور رائحة البيض صافي و بعد مالقة الفازلين و هذا و الزيت البلدية سوف نضيف سوف نضيف ضروري لبنية الفازلين تجمع انا كنت اخدم معكم الوصفة لكي ترى كل شي على عينكم عندما تجمعت لكم الفازلين مع الغساتر سوف نتعطيكم نتيجة مزيانة كي تتعرفوا ضروري لبنية ما تخلطي وتعاودي سوف نتخلطي حتى تجمع لك الاغسات مزيان مزيان سوف يعد من بعد ركت عرفيها يعني سوف يصبحت واجدة اشتو و من بعد اختي سوف تأخذ لي زويتة بلدية سوف تعاودي تخلطي من بعد سوف تأخذ لي البابي جينيك من بعد سوف تأخذ مع الغساتر سوف نقلطي سوف ننسب من خلط كمية السيارة لذلك نحن بضع ملقة نقوم بعمل معلقة واحد اخرى ومن بعد نبدأ نقوم بعمل على الماسك نكمل الوجه او العنق او اي منطقة الماسك بالجسم بالوجه الوجه وعند شعر الخفيف والوسخ دياله سنين ومنين انا وانتوا جربوها وانتوا من يحكموا لان هذه وصفتي مفضلة من زمان نستخدمها معكم منذ سنين والحمد لله دائما كانت ترضيني في الفعالية وفي النتيجة ويمكن تمو نكمل واختي مزيان ومن بعد نجعل الوصفة تجف في ثلاثين دقيقة اشتو حبيباتي ما نعودش لكم على ملمس وعلى رطوبة وعلى نعومة وعلى ما شاء الله ما شاء الله اقل ما اقول عليها انها رائعة واقتصادية ومنذ اول استعمال كتعطي النتيجة يعني ما تحتاجي كما كان قولو شهورة ما تحتاجي كما كان قولو اي ديكسة غير كتحي دا كتغسل الوجيه ديالك راح الشعر كيباليك في هاد الورقة لوسخ الخالية الميتة لبوانواغ ايجي الوزاج الدجاجة الكماش نمشو يعني كل شي كل شي كتحسي بيصفي زاليك ملوجيه ديالك زائد ان هاد الورقة كلها كتوليهم مصخوك حلا كتغسلي لابو ديالك وكتدوزي بسحتك وراحتك الناس اللي تقوليوش ممكن نرتب من بعد فالناس اللي عدال بشرة شديدة الجافف ممكن ناس اللي عدال عادية او ناشفة شوية فما كيلاش لانو لاغوست ديجا مشبعه بالفازلين والفازلين مادة مركابة ومرطبة مدسمة راسها براسها بلوس زيت البلدية ولا او لا زيت الزيت اللي تهي ما شاء الله عليها يعني امرط براسها براسها فانا من وجهة ناداري ما كيلاش ومطبعية الحال كل وحده وشنو كيباليها وكل وحده وشنو كتبغي وكل وحده وشنو كتختار فالمهم تمال لكم حرية الاختيار والحاجة اللي تسلككم ولي تنال الرادة ديالكم ديروها ومهم وبصحة وراحة وعافكم الحاضرة تعلم الغيبة لانو وصفة زوينة واقتصادية واهم حاجة لابنات انها رخيصة فالمهم غزالتي ما تتساونش من لايكات وبصحة وراحةكم وانطلقة معكم ان شاء الله في فيديو هات مقبيلة السلام عليكم